ترجمة نانسي قنقر وأشارت الهاجري إلى أن اللقاح المحتمل مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية كما أن التجارب السريرية ستكون اختيارية وتطوعية لمن يرغب وتنطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة وكشفت الهاجري بأن المرحلة الثالثة من التجارب تم اعتمادها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وستستمر لمدة 12 شهرا مبينة بأنه تأتي مرحلة التجارب السريرية الثالثة بعد نجاح وتبيان فاعلية وأمان المرحلتين الأولى والثانية في الصين وستكون المرحلة الثالثة مفتوحة للمتطوعين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 18 عاما إلى 60 عاما ولا يعانون من أي أمراض حادة أو مزمنة